السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم محمد حدايدي هل لو أمتلك حسابين في السناب شات أو أكثر حيتم إغلاق حسابي خلينا نشوف الفيديو مع بعض طيب يا أخوان من أكثر الأسئلة اللي جاتني خلال هذا الأسبوع تقريبا هو أنا عندي أكثر من حساب حساب شخصي حساب تجاري حساب خاص بالعيلة حساب خاص بالأصدقاء وإلى آخره انتشرت معلومة أنه لو عندك أكثر من حساب على نفس الجهاز بيتم إغلاق الحسابات وممكن يجيبك باند على الحساب وممكن يجيبك باند على نفس الجهاز المعلومة كانت مأخوذة من موقع سياسة السناب شات مكتوب عبارة أنه لو عندك أكثر من حساب حيتم إغلاق الحسابات طبعا إحنا الآن في 2020 انتشرت هذه المعلومة في الأيام القليلة السابقة السياسة موجودة أو الشرط هذا موجود تقريبا من عام 2017 فلو بيتم تطبيق هذا الشرط من سياسة شروط سناب شات كان تم تطبيقه من ثلاث سنوات من سنتين من سنة وليس في هذا الأسبوع فقط طيب ليش بيتم إغلاق حسابي في السناب شات أو تبليكي في السناب شات أو باند لحسابي في السناب شات أو حتى جهازي ناس كثير أيضا أرسلت لي أنه جاهم باند على نفس الجهاز كل ما يسوي حساب سناب شات جديد يجي يسجل دخول ما يقبل معاه ويقوله تم حظرك مؤقتا أو دائما أو بشكل دائم حتى وهو حساب جديد فهذا موضوع مختلف تماما خلينا بس نحط النقط على الحروف عندك أكثر من حساب لسناب شات ما عندك أي إشكالية عيش حياتك ولكن بشرط لا تخالف الشروط تبع السناب شات وأي حساب آخر من حسابات التواصل الاجتماعي كلها عندها تقريبا نفس الشروط طيب إيش هي الشروط بكل سهولة لو أنت حابب تفتح أكثر من حساب في السناب شات ما عندك أي إشكالية بشرط أن يكون كل حساب بإيميل موثق كذلك كل حساب برقم جوال حقيقي طبيعي مو رقم جوال تجيبه من برنامج أمريكي أو بريطاني أو فرنسي أو غير رقم جوال معاك أنا هنا أضمن لك لو عندك ثلاثين ألف حساب سناب شات ما عندك أي إشكالية لو كل حساب بإيميل ورقم جوال هذا أول شرط في إنشاء حساب أنت كذا في السليم أمورك طيب أنا عندي حساب في السناب شات عليه إيميل اللي هو بريد إلكتروني عليه كذلك رقم جوال ومع ذلك خط حضر طيب هي الشروط ما هو شرط واحد في شروط أخرى ممكن تخالفها أنت ممكن أنك تنزل محتوى حساب آخر فالحساب الآخر قدم فيك بلاغ أنك منتحل شخصية حيسوي لك بانت ممكن أيضا أنك تمسك خلق الله اللي عندك اللي تعرفهم اللي ما تعرفهم وترسل على الخاص صور فيديوهاتك وانت في السيارة وانت جالس نايم وانت مدريش قاعد تسوي يعني تجيني صراحة سنابات غريبة عجيبة ما أدري إيش الهدف منها بس أنا صرت خلاص يعني ما أتعب راسي ولا يعني أتعب مخي على طول بلوك لكن في غيري ما يعطيك بلوك في غيري يسوي فيك بلاغ إنك شخص مسيء إنك شخص مزعج وإلى آخره لو تكرر أكثر من بلاغ عليك شركة السناب شات على طول حتستجيب وعلى طول تعطيك بلوك طبعا كم بلاغ ما أعرف لأنه السناب شات ما هي موضحة ولكن البلاغات عادة في السناب شات في الإنستجرام في تويتر في الفيسبوك في اليوتيوب البلاغات نهايتها إغلاق حسابك ممكن يكون أول مرة تحذيري وممكن من أول مرة إغلاق دائم طيب ممكن أيضا أنك تكون تستخدم الجل بريك تستخدم أي أداة خصة السناب شات أو سناب شات مكرر نسخة مكررة أو نسخة فيها مميزات خاصة أو إلى آخره فباختصار شديد الشروط كثير والأسباب كثير لحظر حسابك أنا حسابي في السناب شات تقريبا من 2015 يعني له أكثر من 5 سنوات من أول سنة تم حظر حسابي لاستخدامي تطبيق طرف ثالث ومن يومها بطلت إخالف القوالين والشروط ومن يومها ما صار أي شي على حسابي ليش؟ لأنه ما شي سيدة يعني باختصار شديد حسابك في السناب شات عليه رقم جوال عليه بريد إلكتروني تعرفه ما بتنزل أي سنابات مخالفة ممكن يجيك بلاغ عليها صدقني في حياتك يعني ما هيجيك لا حظر ولا أي شي ليش بتصين معاك المشاكل أنت أجلس بينك وبين نفسك تعرف وين مشكلتك أنت بالضبط يعني أكره سؤال عندي اللي يجيني يقول لي حسابي في السناب شات تقفل فجأة ما في حاجة اسمها فجأة في حاجة أنت كنت تسويها مخالف فيها وتقفل حسابك ممكن يكون من تبدخل رقم جوالك ما أنت حاطق بريد جالس تزعج الناس جالس تاخد مقاطع من الناس وصور من الناس وتنزلها عندك في السناب وهذه الناس اشتكتك أنك منتحل شخصية وإلى آخره زي ما قلت لك الأسباب جدا كثير ولكن لا تعب راسك فيها أنت لو ماشي سيدة صدقني حسابك ما حينقفل لا سناب ولا غير سناب وبدليل لو سجلت خروجها الآن وأنت جاهز تتفرج عليها أدخل حسابك في السناب شات وسجل خروج حتلاقي خيار بالأسفل اسمه تبديل الحساب تبديل الحساب يعني السناب شات محطياتك حرية إنه لو عندك أكثر من حساب تسجل دخول بشكل طبيعي أهم شيء زي ما قلت لك إنه يكون كل حساب بشكل منفصل إيميل اللي هو بريد إلكتروني ورقم جوال مختلف عن حسابك الآخر يعني تبغى ثلاث حسابات في السناب شات ثلاثة بريد إلكتروني ثلاثة أرقام جوالات كلها مختلفة عن بعض وإلى آخره طيب أسباب حظرك في تويتر أو الانستجرام كذلك الفكرة متشابهة بينهم يعني شرط الرقم الجوال والبريد الإلكتروني هذا موحد في جميع مواقع التواصل لازم يكون عندك بريد إلكتروني ولازم يكون عندك رقم جوال السياسات بعدها اللي هي النسخ واللصق عادة يعني إنك تاخذ من حسابات وتنزل بحسابك إنك ترسل لناس كثير هم يسووا عليك بلاغ كمزعج وهذه أيضا موجودة بالواتس إنك تشارك بحشتاقات جدا كثير إنك تنزل براندات مثلا لو أنت بايع تنزل براندات مقلدة إنك تتابع أشخاص كثير في نفس الوقت إنك تسوي إعجاب أو لايك في الانستجرام كثير أيضا في نفس الوقت نفس الشي نطبق على الريتويت والتغريدات الكثيرة كلها في نفس الوقت في بعض تكفيلات أو حظر الحساب يكون يعتبرك الذكاء الاصطناعي لهذه البرامج إنك سبام فعشان كذا يوقف لك حسابك بعضهم يوم يومين ثلاثة أيام سبع أيام وحتى الانستجرام صار فيه حركة حلوة يعطيك متى حيفوك حظر حسابك وبعضهم يكون تقييد لحسابك يعطيك مميزات ومميزات أخرى ما يعطيك هي إلى بعد فترة يفكلك أيضا كامل المميزات زبدة الموضوع لو جاهز تتكلم في هذا الفيديو ما هخلص خليك ماشي سيدة لا تخالف أي شيء وما هيجيك أي شيء هتركلك في صندوق الوصف رابط الدعم الفني لشركة السناب شات لتويتر للانستجرام للفيسبوك لجميع الشركات لو عندك أي إشكالية راسلهم وبإذن الله هيحلوها معك يعني لا محمد حدايدي ولا غيره هيقدر يفيدك في حضر حسابك أو استرجاع حسابك بالذات للناس اللي ما يحط رقم جوال ولا بريد وناس رقم السري كمان ويقول أسترجع حسابي ما يسترجع حسابك عليك وعلى الدعم الفني إن شاء الله أكون أفتك لو بمعلومة بسيطة يطيكم ألف عافية لا تنسونا من لاكو سبسكرايب في القناة وفي أمان الله